اشتركوا في القناة وانخفاض اسعار صرف الدولار وفضيحة وزير النفط والدخول الشامل للسادس الاعدادي والثالث المتوسط وجدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء المقبلة السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية وزارة النفط تعلن بدل استعدادات لتشغيل 6000 من المهندسين الخريجين في مختلف شركات الوزارة الرابحة على اساس التشغيل باجور يومية باسلوب التنافس المعياري ويكون التقديم لغرض التنافس عن طريق المواقع الالكترونية التي سوف يعلن عنها لاحقا لجنة التربية النيابية الامتحانات فقط للمكملين والراسبين في امتحانات نصف السنة والكورس الأول للمراحل غير المنتهية مناقشات لإجراء الامتحانات الحضورية لهذه الفئة لمنحهم فرصة جديدة للنجاح مع التأكيد على الإجراءات الوقائية عند إجرائها نطالب بالدخول الشامل للمرحلتين المنتهيتين الثالث المتوسط والسادس لعدادي مراعاة لوضع طلبة في عدم إكمال المنهاج الدراسي ولشمول أكبر عدد من الطلبة في الامتحانات الوزارية مصرف رافدين منح قروض السيارات للموظفين بدون كفيلة التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطن رواتبهم لدى المصرف حصرا ومن حاملي الماستر كارد تنص على أن يكون راتب الموظف هو الضمان الوحيد والتأمين ضد التلكء بالتزديد على أن يقدم الموظف أيضا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطن رواتبهم على المصرف فعليهم تقديم كفيل الموظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وأن يغطي خمسون بالمئة من راتبه قيمة القصد مع الفائدة انخفاض أسعار صرف الدولار اليوم في الأسواق المحلية حيث جاء سعر البيع 149 ألف دينار أما سعر الشراء فهو 148.500 دينار بالوثيقة بعد أن عين أخوه خريجي الأعدادية في وزارة النفط وزير النفط يعين شقيقته كموظف في وزارة النفط لتتحول الوزارات في ظل حكومة الكاظمي إلى وزارات عائلية في الوقت الذي يتظاهر ويعتصم أبناء العراق يوميا من شريحة خريجي هندسة النفط دون تعيين أو اهتمام عاجل الدخول الشامل للسادس الأعداد والثالث المتوسط سيعرض الأمر على هيئة الرأي وفي حال الموافقة يتم عرضه في جلسة مجلس الوزراء لأن الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبلة أولا التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ثانيا التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية ثالثا التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي رابعا التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية خامسا القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون 163 لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثاق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين سادسا القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 سابعا القراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية في السنة المالية المنتهية لعام 2014 ثامنا القراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تاسعا القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية عاشرا مناقشات عامة لمدة 15 دقيقة وتبدأ الجلسة الساعة الواحدة ظهرنا رئاسة مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر